هذا الـ One Plus 11 5G والـ One Plus Buds 2 Pro من شركة One Plus. نزلتهم على الدول العالمية، الآن سوف نشتريهم إذا لم يحتاجونهم. والشغل الذي يوجد فيهم كثيراً، الأول شيء يقول لكم، رغم أن الـ One Plus 11 لا يوجد كلمة Pro، يظلوا هذا التليفون في فلاكشب. الـ Buds 2 Pro موجود هنا لدينا عدة شغلات مميزات منيحة كثيراً، يتمشي كثيراً منيحة التليفون، وليس فقط. الشغلات الموجودة فيه للـ One Plus 11 مميزاتها جميلة، الكاميريات، التشريش السريع، الشاشة الكبيرة، الـ 120 هرتز، كل الشغلات التي نحب فيها على تليفونية One Plus بعدها موجودة وجدة. يلا، أنا الطريق، هذه مراجعتي للـ One Plus 11 5G والـ One Plus Buds 2 Pro، سماعة جديدة من شركة One Plus. شكراً جزيلاً على كل الناس الذين عموا الاشتراك، دعونا نبدأ الفيديو. اعملوا لايك وستجلوا على القناة، حتى دائماً دائماً تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة. وهذه الـ One Plus Buds Pro 2، لديهم هنا بالـ Arbor Green، بالأخضر. وعنى الـ One Plus 11، لديهم أيضاً الحسل بلاد، كما رأيتنا من قبل. الآن، استدفت معي أن لون الأخضر أيضاً أيضاً أيضاً، يسميونه الـ Eternal Green، الأخضر الديم، وهذه الـ One Plus Buds Pro 2، ويأتي أيضاً بالأخضر، ويأتي أيضاً بالألوان الثانية، إما أسود، إما أخضر، ويستطيع أن أقوان تستعملوا لبتكنية. الآن، سوف أتحدث عن الـ One Plus Buds Pro 2، خصوصياً مع الـ Special Audio للتلفونات الـ One Plus. كما أخبرتكم أولاً، الشارجر يأتي بأربع العلبي هنا، لدينا الـ USB-A موجود، 100W نستعمل الـ International و 80W في أمريكا أيضاً. وكما أخبركم الـ USB Type-A، يعطينا أيضاً الـ USB-A للـ USB-C لتقدر أن نشارج، ونضع معلومات ونقيم معلومات منه للتلفون. كثير منيح، ويأتي كل هذا موجود في قلب العلبي. نتحدث الآن عن المواصفات فيه لهذا التلفون قبل أن نقول بالأخضر. الكاميرات الموجودة هناك ثلاثة كاميرات. الكاميرا الأساسية ستكون 50 ميجا بيكسل، IMX 890، وعندها OIS و EIS، يعني ستعطينا الـ Stabilization على F1.8. الكاميرا الأخرى ستكون 48 ميجا بيكسل، هذا الـ IMX 581. لدينا الـ Field of View، يعني درجة الوسعة لللمزة التي تعيدها الـ 115 دراجة. وعندنا أيضاً الـ Portrait Lens المسميينها، 32 ميجا بيكسل، الـ IMX 709. هذا ستكون على F2.0. الكاميرات الموجودة هناك، 16 ميجا بيكسل، الـ IMX 471. وعندنا Electronic Stabilization. وعندما تعمل الـ Stabilization عليه قليلاً. سوف أعطيكم نصر لكامل الفيديو قريباً. لكن آخر شيء سأخبركم أن لدينا 5000 ميلي أمبير بطارية موجودة هنا، بطاريتين من 2005 إلى 2002. ونستطيع أن نشارجلهم 100 واط برات أمريكا، وبقلب أمريكا 80 واط بالشارجر الذي يأتي بقلب العلبي. لدينا وعندما نشارجل، وهذه الأشياء التي يجب أن نتعرف بها. على اليمين، لدينا الـ Volume Rocker الذي ترونه من قبل، جميل جداً، كل الأخضر ملونينه، مثلاً، سيكون الأسود نفس الشيء. على الشمال هنا، عندما نظر، لدينا الـ Volume Power Button، وعندنا أيضاً السلايدر الذي رجعوها، الذي قالونا كانوا حير الجواز الماضي. لفوق، لدينا ميكروفون للكاميريات. لتحت، السماعة التي تمشي تحت، تعطينا مع السماعة لفوق، USB-C، وعندما نستطيع الـ 5G على هذا التليفون. الشاشة الموجودة هنا، 6.7 إنش، سوف نسكر اللعبة هذه، سوف نفرج لكم بعد قليل. سوف نقوم نقوم نقوم. 6.7 إنش، LTPO Display 120 هرتز. سوف ننزل من هنا، ونفضل على الـ Settings. اسمه التليفون والـ One Plus 11 5G وعندنا الـ 256 لزاكرة الموجودة هنا، وعنده موديلات 128 و 256. الرام لدينا 8 جيجابايت، يقوم 16. الـ 16، الـ 256، و الـ 8 إلى 121. وعندما ترونكم 6.7 إنش الشاشة، الموديل CPH2451، هذا تبع أمريكا، هنا الموديل أيضاً لدينا 16، لدينا الكاميريات الموجودة من قبل. لدينا Android 13 بالـ OxygenOS 13 موجودة على هذا التليفون، ويعطينا كل خبرة الـ ColorOS على هذا التليفون. كل الإختيارات التي ترونها من قبل هنا، سوف نستطيع أن نضبط عليها، على الـ Styles، على الـ Home Screen، على الـ Display كلهم، مثلما ترون 120 هرتز، الـ Notification، كل الشغلات جميلة، الصوت، ونضبط كل الإمكانيات التي تريدنا هنا، Special Features، لدينا أيضاً الإختيار، نستطيع أن نستعمل، لدينا أيضاً أصبعنا على البسمة هنا، نستطيع أن نقوم بعمل الـ Shortcuts، نستطيع أن نضبط على عدة التطبيقات التي تريدناها، تستطيع أن تضبطوها من هناك، وكل شيء يمشي جيد. لدينا Google Feed على الشمال، نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نسطيع الـ وعندنا هنا تطبيقات تطبيقات كلهم نستطيع أن نشاهدهم وليس فقط أيضاً أيضاً، لدينا الإختيار قليلة بأمئة ببرات الصين وأن نقص كبستين على البطن ونفتح الكاميرا وهذه الشيء مهم لأنه أعطيت الموديلات التي تأتي بقلل الصين لا يتمشي هناك الـ Optical Scanner موجود عادة ومثل ما قلنا هنا نستطيع أن نضبط كل الشغلات ونستطيع أن نعملها كلها لدينا الإختيار أيضاً، نستطيع أن نعمل الـ Pop-up Window هنا، نستطيع أن نضعه إلى فوق لدينا كل الإمكانيات التي نرى من قبل مجرد الموديد الموجودين منطقة جداً ونستطيع أن يتطيع أن نخطئ دعني أخبركم ما تأتي بسرعة على هذه السماعات الموجودة هنا السماعات على الـ Buds Pro 2 لدينا 2 مقصر بكل واحدة 11 مم و 6 مم مقصر و ديناميك الموجودين هنا نستطيع أن نستطيع التسعة ساعات بالتشريج عنهم هنا و 32 ساعة مع البطارية والشارجر كلهم لدينا عارة أكثر يمرارة في خلال هذه العلبة هنا وعندنا الشريط للمكتبه نعمل عليه الوائر شارجن كمان وإذا بنا نعمل بايرين ونغير من تليفونين نقدر نكبسهم هيدا نقدر نوصلهم للتليفونين بنفس الوقت أنا وصلتهم على التليفون الوان بلاس 11 والوان بلاس 7 برو تبعي حتى نستعملهم بنفس الوقت هلا خلينا نشوف كيف يمشوا على التليفون نفتح من هون ونفتح على السماعات هون ليعملوا الكنيكشن هعمل البلوتوث ننطر ثاني هون نعمل مور وصلت هون يا دغري حبيت فرجيكم كمان شغل إنه فينا نشوف بالنوتيفكيشن بانل المعلومات التي عيتهم للسماعات فينا نفتح من هون ونفتح كل المعلومات خلينا نفتح هون ناق كونتاك شيرين فينا نستعمل الـ HD Audio هذا الـ LHTC اللي يمشي مع تليفونيات الوان بلاس خصوصيا يعطينا الصوت لأمكانيات الـ 24 بيت 48 كلاهرتز بدلا ما يكون عادة من غيرهم لما نستعمل على الـ Pixel 7 Pro 24 بيت على الـ 44 كلاهرتز الـ Air Bud Functions يفرجونها عندنا البطارية والكمية التي عيتها والسماع والعلبة التي عيتهم الـ Active Noise Cancellation Personal Noise Cancellation كل الشغل حلو الـ High Res Mode الـ Golden Sound الـ Spatial Audio كمان قدرنا نستعملها لما تعرفوه متى السماعات الأبل وكل هيدوليك إجيت لهون يأما Fixed Mode معناته ما بتتحرك فيكم الحركوا رأسكم وكله بيمشي مظبوط نفس الوقت يأما Head Tracking لما بتقلبوا رأسكم الصوت بيقلوا بالجهة من مطرح ما هو موجود الآن كل هذه المعلومات تأتي مظبوطة وماشية بعدة تطبيقات تأتي بالتطبيق على Spotify، تأتي بالتطبيق على YouTube، على Netflix لديهم أيضا فيديوهات جديدة، وفيديوهات أيضا فيديوهات وماشية مظبوطة لذلك لا يكون هناك أي أشكال التي تقدروا تضعوهمه بديناتكم وصوتهم كثيرا منيحا بأيكم كخبرة سماعات سنويا، هذه كثيرا منيحة وتجديد حلوة إذا تحبوا الـ Spatial Audio على السماعات، خاصة أن تستعملوها مع تلفونات One Plus الآن، دعوني تحضر قليلا على الكاميرات الموجودة هنا، ونرى ما يأتي بالإمكانيات هنا كما أخبرتكم أولا، أولا لدينا الفوتو، الفيديو، 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 وكل العدد الذي يرى هنا أنا أصدرت أن أستعمل التليفون قريبا ثلاثة جميعا سوف أعطيكم كل الصور والفيديوهات التي يرى من هناك لدينا الـ Hasselblad Pro، نرى من هناك، دعونا أرجع من هناك لدينا الـ Panorama، الموفي، وعندنا الـ X-Pan شرمناها من الموجودة من قبل أيضا تحضر القليل، تايم لابس، تلتشفت، الدول الفيديو، وحتى السلو مو، كل الأشياء التي ترونها من قبل تحت الفيديو، أولا نعرف أننا لدينا 4K و 8K 24 لا لدينا 4K 120، هذه الأشياء التي يجب أن نعرفها، لدينا فقط 4K 60 و 30 إذا كنت نقوم بالـ X-ATP، يمكننا أن نقوم بالإمكانيات أعلى من هناك، إذا كنت نقوم بالفيديوهات من هناك على الكاميرا الموجودة قدام، لدينا الإمكانيات فقط على الـ X-ATP، هذه الأشياء التي ترونها من زمان، وليس لدينا إمكانيات أكثر من ذلك ولكن إن شاء الله تضبطوها بالمستقبل، ولكن لدينا الإلكترانيات المستقبل، عندما نقوم بالزر هنا، نقوم بالـ X-ATP، وتضبط الصورة، وتبطل الهزهز كثيرا الآن أعطيكم إلى المصرة أيضا، نرى كل الإمكانيات التي ترونها هناك هذه المصرة ستكون على الكاميريات الموجودة قدام، وراء على الـ OnePlus 11 نقوم بالكاميرا الأساسية الموجودة قدام، 16 ميجا بيكسل، 10-ATP، ستكون أحسن شيء نقوم بعملها مثل ما عادة نرى من قبل، يعني منه شيء جديد ولكن هذا الشيء، نستطيع أن نرى كيفية الإمكانيات عليه للتليفون، وهذا من الكاميرا الموجودة قدام، وإذا كنت تفكروا أن تأخذوا إلى التليفون حيث يكون مصطرة عن الصوت والصورة للـ OnePlus 11 نقوم بالكاميرا الأساسية الموجودة وراء، لذلك نستطيع أن نقوم بالفيديو بالـ 4K60، ونصل إلى 8K 24 فريمز مدى سنبتال، ونصور إلى 4K30 و فريمز تاريخ السابق، ونستطيع أن نقوم بالـ 8K 24 فريمز ونستطيع أن نقوم بالـ 4K30 و فريمز تاريخ السابق مع مع sake 120ب ونستطيع أن نقوم بالـ 10ATP و 720ب نستطيع أن نقوم بالنطر من عدة المظامات، تم المرضات كالـ Ultra Wide و ولا تلافوتو مدامة الأساسية حيث يمكن أن نرى الكاميرا�리 الموجودة في الجميع ونستطيع أن نصل إلى كل الامكان التي نحب أن نرى وأنها كثيرة مصطرة عن الصوت والصورة من OnePlus 11 لم ترى الإمكانيات كثير منيحة. لكن قبل أن نطع على تجربة السماعات الموجودة على التليفون أريد أن أعطيكم مصرا عن الصوت الذي يأتي من السماعات Oneplus Buds 2 Pro ستعرفوا كيف تستعملون هنا كيف يكون الصوت عندما يكون على المكالمات على الفيديو والمكالمات أو حتى تستعملون لتسجيل فيديو على التليفون أنا أكد أن تكون تعرفوا كيف الصوت يأتي من هذه السماعات أول ما أقول لكم هنا أن أستعمل السماعات على التليفون البيكسل ستستطيع أن تسجل الصوت مع الصورة حتى تعرفوا كيف الصوت يأتي منها هناك ثلاثة ميكروفونات لدينا كل سماعات يمكنكم أن تستعملوا سماعات واحدة لا يمكن أن تستعملوا تنهياتها في نفس الوقت الصوت كثير منيح الميكروفونات منيح وعنده الـ Active Noise Cancellation مدورين السبب الذي يحاول أن أعطيكم هذه الخبرة حتى تعرفوا كيف يكون الصوت ولكن تستعملون المكالمات وفيديو كل هذه الشغلات تمشي مضبوط لكن الشغل الأهم هو أن تسمعوا كل شيء حوليك رغم أن هناك صوت من العصافير حوالينا لكن الصوت الذي يأتي بالفيديو أني جربتها قبل مرة ليس من نفس القوة الموجودة لو أنا وآيفوني تمشي من غير محط السنة هذا يكون مصرحة جميلة من Buds Pro 2 من شركة One Plus يمشون أحسن شيء على تلفونات One Plus لكن يمشون أيضا منيح على تلفون أخرى مثل ما قلت لكم وكما رأيتكم الصوت يكون منيح وليس هناك أي أشكال والشغل الذي يجب أن نعرف عنه عندما يوجد دوره لأنه عنه الصوت يكون منيح لأيكم خفيف ويخفف الصوت من أخرى بسبب ثلاثة مكروفونات الموجودين على كل سماعة والأي آي بروسسنج الموجودة دعنا نفعل تجربة على الصوت هنا السماعات ناناتهم ستيريو سبيكر من تحت إلى فوق يعني واحدة رايحة على يمين و واحدة طالة إلى فوق لأن هذه أليكس كريمدو جامبو من NCS والفوليوم على 100% كما سمعته الصوت كثير منيح ويجب عليك ثمان مزبوط لتعاونهم كلمات وتنبسطوا فيهم وكل شيء ميشي مزبوط لا سيكون لدينا أي أشكال هذا شغلة كثير مهمة نعرفها بسبب الشغلات التي فجرت ونا كل الشغلات قبل أن نضط على الإلعاب نضط على النظام هنا على الجامس الشغلة الوحيدة التي يجب أن نعرفها بـ OnePlus Buds Pro 2 دعونا نقوم بالفوكس لدينا التوقيت الذي يطلع على الصوت من السماعات من التليفون الذي يأتي على السماعات 54 ملسكين كثير كثير واطئة للجامس خاصة عندما تطلع على الألعاب ويجب أن تسمعوا الموسيقى تعيدكم بقلب مع السماعات ليس فقط تغريع بالتليفون ستنبسطوا كثير فيهم الخبرة الصوت التي يأتي فيهم للسماعات لذلك التوقيت كثير واطئة سيكون الكثير ميحة لهم دعونا نتحدث قليلا هذه اللعبة الـ Call of Duty السبب لأننا نختارها هنا لأن هذه اللعبة التي قدرت وصل فيها أن نطلع فوق الـ 60 fps على الجامل على التليفون معناته لذلك كنا في المواد نستطيع أن نرى فقط 60 fps على التليفونات الـ OnePlus الآن يمكننا أن نصل إلى 90 fps عندما نضع على الـ Settings دعونا نذهب إلى الـ Graphics لدينا موجودة Ultra Mode وال Low موجودة هناك لذلك نستطيع أن نقوم بعمل الألعاب على التليفون ومنبسط فيه كثير لذلك الشاشة جميلة الألعاب جميلة والليتنسي كثير وواطية عليهم للسماعات ولكن اللعبة يلعب كثير منيح كما أعرفيكم في الفيديو هنا 90 fps ونستعمل أيضا السيستام الموجودة كما نرى عادة يمكننا أن نرى عدة اختيارات سيستامة تصوير 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 يمكننا أيضا أن نغير السيستام على Pro Mode ونعطيها أيضا على Power Saving Mode أيضا على Balance Mode وآخر شيء المعجب فيها كثير أنه اسمه System Status هذه ستجدنا أن نرى كما نرى موجودة وكما نرى CPU وGPU على الألعاب التي نستعملها كثير جميلة لتعرفوا ما يحدث خاصة أن تستجروا فيديو لتعرفوا ما يفعل التليفون وقدرته كيف ماشي مضبوط له لاحظ الشغل أن بعدما أتغبركم فيها خاصة أن تفكروا GPU برات أمريكا لدينا هذا التليفون 5G دعنا أعطيها ثانية لترجع تعمل Focus لدي 5G وعندنا VoiceOver LTE موجود عليه للتليفون بـ Unlocked الموديل تبعه معي لا أخبرونا أن سيكون هناك موديل موجود بالسوق الشغل الثاني نتحدث فيها عندما نتحدث عن قوة الحاسوب الـ Single Core لأن هذا الـ 8 Gen 2 1466 الملتيكور 4816 كثير منيحة بمشي مضبوط له السرعة عندي هنا بأمريكا على القليل قدرت أصل على 808 أسرع شيء و 151 لتطليع وكما رأيته التليفون صارت له معي على القليلة من 13 شهر جانبير من شهر الماضي كل هؤلاء يتحدثون على 5G وكما تعرفون لا ترى ما تكونوا الأجسال إذا قوي الـ Connection ستكون قوية منها كل شيء نحن نرى عليه لهذا التليفون يخبرنا أنه هذا التليفون سريع سرعة الاستعمال إذا جدتوا 16 جيكا بايت للموديل ستكونوا مبسوطين كثيرا الآن في أمريكا الشغل اللي أنا لحظت عليها وأشجرنا ما هي المضبوط هنا أن السعر ستكونوا أوطة من السن الماضي رغم أنه لا لدينا برو أعرف أن هذا لا يوجد 11 برو ستكون هذا التليفون لكن سعر أحسن موديل منه 16 256 سيكون أوطة من التليفون الذي نزلوا السن الماضي معناته 799 دولار في أمريكا على الموديل أحسن هذا صراحة يضارب التليفون على S23 Plus ليس الألترا على S23 Plus الذي ستفعله ألف دولار على هذا التليفون أيضا لا يوجد تشريج 100 واط برات أمريكا لا يوجد شاشة 120 هرتز على QHD الموجودة ولا يوجد كاميريات مضبوطة مثل المشروف نيون هذا مهم كثير لكن الموديل الأصغر 1828 سيأتي 699 دولار أيضا 700 دولار أيضا وكل الإمكانيات التي نتحدث الآن هناك شيئات ناقصة من التي نرى من قبل على التليفونات 9 برو يجب أن نعرف القليلة مضبوط مضبوط أخذوا شغلات منه لنزلوا سعره لا يستطيعون أن ينزلوا سعره ولا ينزلوا مميزات منه لا موجودة لا يوجد لا يوجد 4K 120 فريمس على الكاميرا إذا لم تستعملها لا يوجد أي أشكال أيضا أيضا لنستطيع الإمكانيات نوصل إلى USB-C أو التليفون للشاشة ونعمل نرى شاشة التليفون على الشاشة على التليفزيون إذا تستطيع التعامل هذا يجب أن نعملها يجب أن نعمل مضبوط على الواي فاي إذا نستعمل جوجل هوم هذا مضبوط لكن غير ذلك كل الإمكانيات موجودة فيها الشاشة جميلة على الجنب السرعة التشريف كله مضبوط لا يوجد أشكال وعندنا كاميرات الكاميرات كثير منيحة أفجريكم الصور من العيدراس السنة السينية من الجامعة الماضية كنا رايحين هناك كمع العائلة يوجد الكثير جميلة وبدأتر ترى كل الصور مضبوط الفيديو يكون أحسن شيء من ورا لذلك أفجرتكم على 4K 4K رغم أننا 120 قليلا ما كانوا الناس يستعملونها لكن إذا أنتم محتاجينها يمكنكم أن تنزلوا على 1080p وتطلع على 480 فريمز كل الإمكانيات التي تضع فيها الشركة وون بلاس معمولة مضبوط هذه السماعات صوتهم كثير منيح مضبوط لدينا وعندنا نحرك التليفون إذا ضعنا التليفون وبرمنا لأن الصوت يقلب على اليمين كما أننا برمنا الوجه لذلك السماعات كثير منيح كما قلت لكم الصوت سيكون منيح عندكم الاختيار الخصوصي مثلا الاختيار الخصوصي خصوصي وتعملوا التخطيط لتعملوا الصوت لديناتكم لأن الصوت يأتي وعندهم تعملوا واحد خصوصي لديكم أفضل إذا استعملوا مع تليفون سيمشي مضبوط وبعتقد أن يمشي مضبوط أيضا على التليفون التليفونات الون بلس 10 Pro مجرد أن يكونوا موجودين على آخر تجديد من الأكسجين على هذا التليفون إذا قلتوا على التليفون مثلا البيكسل 7 Pro يجب أن تعرفوا أن الصوت يحدث فقط على AAC أو MSPC ينزل في الخبرة ولكن لا تستطيع التليفونات السامسون وعلى قليلة نعرف أن الصوت يمشي مضبوط ولكن تصلوا على التليفونات الآن تلعبوا موسيقى من كل واحد التليفون الذي يلعب موسيقى أخر يسيطر عليهم للسامسات ولكن حاليا فيها إذا كنت تسمعوا موسيقى يأتيكم تليفون تقرأت نطة على التليفون كل شيء سيمشي مضبوط المهم أخر إذا تفكروا هذا التليفون إذا تريده لا تتعلقوا بقصة أن هذا التليفون منه برو هذا هو أحسن تليفون وان بلس ما نزلته في السنة 2023 إلى الآن لا نعرف ماذا سيحدث بعدين الآن نرى ماذا سيقومون في الـ MWC ولكن على قليلة إذا نزلوا برو نرى شيء أفضل من وكثير من ما نرى إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو شكراً جزيلاً لكل الناس من الاشتراك نرى شكراً لك شكراً لكم